أهمية الشخصية الداخلية في الحياة المسيحية وأول أهمية أنها أعظم علامة على صحة الإيمان أراك تتجنب الإثم يقول الرسول يعلم الرب تموسى وستانية اثنين يعلم الرب الذين هم له الرب هو اللي يعلمهم طيب وإحنا يعني نقعد كده نلطش في الظلمة ما نعرفش مين اللي له ومين اللي مش له الرب يعلم الذين هم له طيب وإحنا ما نعرفش يقول لا إحنا ما نشوفش الداخل أنا من شوية قلت الشخصية الداخلية دي يراها الله طيب ما عندناش أي حاجة من بره تدلنا على نوعية اللي جوه ده كملت الآية وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح انتهر أحد نفسه من هذه يكون إناءً للكرامة نافعًا للسيد مستعدًا لكل عمل صالح يعني لما ألاقي حضرتك بتعمل الإثم بتعمل الإثم بغض النظر في أي مجال هذا الإثم في مجال الجنس في مجال المال في مجال الظلم في مجال العدل في مجال الحق في مجال الرحمة في أي مجال أنت تفعل الإثم اسمح لي أقول أحط عليك علامة استفاهم كبير وأقول ما عرفش مش أحكم عليك إنك خاطي لا أملك هذا لا أملك فعلا لا أملك أقول كيانك الداخلي ما تغيرش أجيب من إيه الحق ده ما قدرش لكن أقدر أقول ما عنديش دليل إنك مؤمن وأنت حضرتك ما تفردش علي أنه غزب عن عيني إن أنا أقول إن أنت أنت برضو مالكش الحق أنا ماليش الحق أقول إن أنت خاطي وأنت مالكش الحق إنك تفرد علي أن أنا أقول عليك إن أنت مؤمن لأني لا أراك تتجنب الإثم لكن هناك أشخاص بوليس يقول عن واحد منهم لأن أحشاء القديسيين قد استراحت بك أيها الأخ كل اللي عرفك رجع من التعامل معاك والعلاقة معاك عنده راحة إن فيه فيه تغيير عظيم اسمح العبارة دي اللي يقول لمعرفة كل الصلاح الذي فيك يا فليمون أنت تعاملاتك مع أخواتك عمالة تطلع منك صلاح إحنا شفناك بتتأذي وبطلع منك صلاح شفناك بتتظلم وبطلع منك صلاح شفناك يحسن إليك فيخرج منك صلاح في تعاملاتنا معك رأينا الصلاح عشان كده قلوبنا مستريحة أن أنت ابن لله ترجمة نانسي قنقر